النهاردة كان فيه اجتماع مهم جدا عقده السيد الرئيس عبدالفتاح سيسي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية وبحضور رأساء منظمات المجتمع المدني من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في 13 مارس 2022 تم تشكيل هذا التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي اللي بيضم 24 كيان أهلي ضخم منهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وكبرى المنظمات المشهورة في مصر اللي بتقدم وبتقوم بأعمال خير يعني عندنا 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي ومنهم الاتحاد العام للجمعيات ومؤسسات أهلية اللي بيضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد إقليمي وبتعمل في مختلف مجالات تنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها يضم التحالف الوطني لعمل الأهل التنموي في عضويته الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية مؤسسة حياة كريمة مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري مؤسسة الجود الخيرية جمعية الأرمان وبنك الطعام المصري مؤسسة مصر الخير مؤسسة مجد يعقوب المعهد القوم للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجلية مؤسسة بهية مؤسسة أهل مصر مؤسسة صناع الحياة مؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة ومؤسسة العرب للتنمية لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العيني دي يعني أشهر المؤسسات الموجودة في التحالف الوطني للعمل الأهلي خليني أفكر حضراتكم أنه فكرة هذا التحالف نابعة من فلسفة محاولة خلق إطار عام واضح ومحدد وشفاف لنهر الخير إحنا عندنا جمعيات كتير بتشتغل في نفس المجال وعندنا مؤسسات أهلية كتيرة كلها بتقوم على مسندة ومساعدة الناس من خلال برامج مختلفة وبرامج متنوعة ماذا لو جمعنا كل هذه الكيانات الأهلية في إطار تخطيط بيمثله كيان عام يعني لما يكون في تنسيق بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني بيجمعها إطار تنظيمي واحد هيؤدي إلى وضع المساعدة في مكانها وضع الخير في نطاقه المناطق زي عملية الرأي المخطط ما ينفعش يكون فيه إغرق في منطقة ومنطقة فيها حالة جفاف شديد فبالتالي لما يكون فيه رؤية شاملة للإطار المنظم لها التحالف الوطني أعتقد أنه هيساعد فيه عدالة توزيع هذه الأهداف وعدالة توزيع هذه المساعدات وعدالة توزيع هذه المخرجات من العمل الأهلي لما يكون عندي كيان واحد شايف الأرمان على مصر الخير على مجد يعقوب كل واحد شغل في حتته لكن لما يكون فيه كيان بيبص عليهم كلهم بيخطط بينظم بيوجه بيدير أعتقد المرضود هيكون مصبوط زي ما بقول بضرب مثل به الري الأرض لو أنت جيت كل المية اللي جاية في حتة واحدة هتغرق يعني هتغرق اتنين فيه أماكن أخرى بتعاني من الجفاف لكن لما يكون عندي توزيع شبكة الري بالطمئيط مثلا هيبقى فيه سيمترية هيبقى فيه عدالة ده اللي بيحصل بالزبط فيه موضوع التحالف الوطني للعمل الأهلي تحالف وطني كلنا مع بعض تحت مظلة واحدة تحت شمسية واحدة علشان نبدأ نشوف المناطق الأكتر احتياجة المناطق الأكتر فقر المناطق اللي فيها عاهات من الكوارث التاريخية اللي محتاجة ان احنا نعيد تأهيل بيئة الحياة مش الناس بس احنا عندنا بلاوي تاريخية موروصة كيف يمكن ان القطاع الأهلي يساعد الحكومة هو هذا الموضوع